بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنتكلم النهاردة عن مكمل غذائي مهم جدا بيحتاجه الإنسان هنتكلم عن مكمل غذائي له دور مهم جدا في زيادة الطاقة في الجسم كمان له دور مهم جدا في التخسيس وفي ضبط الوزن له دور مهم جدا في الحفاظ على صحة القلب والمخ كمان له دور مهم جدا في تحسين القدرة الجنسية بالنسبة للرجال وعلاج العكم وزيارة الخصوبة هنتكلم النهاردة عن الال كرنتين ايه هو الال كرنتين الال كرنتين عبارة عن مكمل غذائي مشتاق طبيعي من الأحماض الأمينية بيتم إنتاجه داخل جسم الإنسان بيلعب دور مهم جدا في إنتاج الطاقة في الجسم عن طريق نقل الأحماض الدهنية من الدم إلى داخل الخلايا في الميتوكنديريا داخل الخلايا اللي هي مصانع الطاقة اللي بتقوم بدورها بحرق هذه الدهون وتحولها إلى طاقة وتوليد الطاقة طيب إزاي بيتم إنتاج الال كرنتين داخل جسم الإنسان طبيعي بيتم عن طريق الأحماض الأمينية اللي هي اللايسين والميثيونين وبيحتاج أثناء إنتاجه إلى كميات كبيرة من فيتامين سين طيب إيه هي المصادر الطبيعية اللي موجود فيها الال كرنتين أهم المصادر الطبيعية اللي موجود فيها الال كرنتين هو اللحوم الحمرة أو لحم الأبقار كل 85 جرام من اللحوم الحمرة بيحتوي على 81 ميلي جرام من الال كرنتين تاني حاجة الدجاج كل 85 جرام من الدجاج بيحتوي على 5 ميلي جرام من الال كرنتين تالت حاجة السمك كل 85 جرام من السمك بيحتوي على 3 ميلي جرام من الال كرنتين برضو من أهم المصادر الطبيعية اللي بيكون موجود فيها الال كرنتين هو اللبن كل كوب أو كل 227 ميلي بيحتوى على 8 ميلي جرام من الـ L كرنتين كمان أثبتت الدراسات إن تناول الـ L كرنتين من المصادر الطبيعية أو من الطعام بيكون امتصاصه أكتر وأحسن من المصادر المكملات الغذائية أو الأدوية فبننصح إن إحنا إذا حد حب يتناول الـ L كرنتين إنه ياخده من مصادر الطبيعية أو الطعام زي ما إحنا وضحنا طب إيه هي فوائد الـ L كرنتين بالنسبة للإنسان الدور الرئيسي اللي بيقوم به الـ L كرنتين زي ما قلنا هو نقل الأحماض الدهنية من الدم إلى الميتوكنديريا داخل الخلايا حيث بتقوم بحرق الدهون وإنتاج الطاقة في الجسم وبالتالي ففوائد الـ L كرنتين في الجسم متعددة بتشمل أول حاجة اللي هي بيساعد على فقدان الوزن والتخصيص عن طريق إنه هو زي ما قلنا بين الأحماض الدهنية إلى داخل الخلايا ويتم حرقها فبالتالي من الطبيعي ده يؤدي إلى زي حرق المزيد من الدهون وبالتالي إلى التخصيص وتقليل الوزن وللحصول على نتائج جيدة في التخصيص والحصول على وزن مناسب ومثالي لازم إن إحنا مع استخدام الـ L كرنتين يكون فيه نظام غذائي ويتم ممارسة الرياضة بانتظام تاني حاجة الـ L كرنتين مهم جدا ومفيد جدا لصحة الدماغ والمخ وبيمنع تظاهر العقلي في المخ كمان بيحمي من ألزهايمر وأمراض الدماغ الأخرى تالت حاجة الـ L كرنتين بيساعد على تقليل وتخفيض ضغط الدم وبيؤدي إلى الحفاظ على سلامة القلب وتحسين صحة القلب وكمان بيقلل من نوبات الذبحة الصدرية رابع حاجة الـ L كرنتين بيساعد على أداء التمارين الرياضية وتحسين الأداء الرياضي وبيمنع التعب خامس حاجة إن الـ L كرنتين بيزود إمداد العضلات من الأكسوجين وبيجيد من قدرتها على التحمل وكمان ده عن طريق زيادة تدفق الدم للعضلات وبيؤخر الشعور بالتعب وكمان بيمنع الإجهاد أو بيقلل من الإجهاد والأرق والإرهاق العام سادس حاجة الـ L كرنتين بيؤثر على المستقبلات الأندروجين اللي هي مهمة لبناء العضلات في الجسم وده بيساعد على نمو العضلات ويؤدي إلى تحسين كتلة الجسم وحرق كمية من الدهون وضبط الوزن وضبط الجسم سابع حاجة الـ L كرنتين بيؤدي إلى تحسين القدرة الجنسية بالنسبة للرجال اللي هي المتعلقة بالانتصاب كمان بيؤدي إلى علاج العقم أو زيادة الخصوبة عن طريق أنه بيساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية وكمان بيساعد على زيادة الحركة بتاعتها عن طريق توفير مزيد من الطاقة اللازمة لكده بعد كده الـ L كرنتين كمان بيقلل من أعراض الشيخوخة وبيبعد وبيقلل ظهور أعراض الشيخوخة آخر حاجة الـ L كرنتين بيساعد على القضاء على الكثير من الاضطرابات النفسية زي الاكتئاب وبيؤدي إلى تحسين المزاج العام طب ده بالنسبة لفوايد الـ L كرنتين المهمة اللي احنا وضحناه طب ايه هي الجرعة المطلوبة من الـ L كرنتين الجرعة المسموحة من الـ L كرنتين بتتراوح ما بين 500 ميلي جرام إلى 2000 ميلي جرام يوميا ودي بتختلف باختلاف الحالات المطلوب فيها يعني هندي بعض الأمثلة إذا كان احتياجنا للـ L كرنتين عشان تقليل الوزن والتخسيس وزيارة حرق الدهون فده بيكون الجرعة المطلوبة منه من 1000 إلى 2000 ميلي جرام من الـ L كرنتين بتكون مقسمة على جرعتين يوميا لمدة 3 أسابيع وبيتم راحة أسبوع لو بنستخدمه عشان تحسين القدرة الجنسية وعلاج العقم وزيادة الحيوانات المنوية بيكون الجرعة المطلوبة ما بين 300 ميلي جرام إلى 1000 ميلي جرام 3 مرات يوميا لو بنستخدمه في حالات دعم القلب وتحسين صحة القلب والحفاظ عليه الجرعة بتتراح ما بين من 600 إلى 1200 وممكن تكون الجرعة 750 ميلي جرام مرتين يوميا أو 500 ميلي جرام مرتين يوميا أما في حالة الإصابة بالتعب المزمن أو الإرهاق العام المزمن فبتكون الجرعة المطلوبة ما بين 500 إلى 1000 ميلي جرام مقسمة على 3 جرعات يوميا ده بالنسبة لجرعات الإل كرنتين واحتياجه طب بالنسبة موانع استخدام الإل كرنتين الإل كرنتين آمن ويعتبر موانع استخدام إلا 3 حالات يفضل أن نحن ما نستخدمش فيهم الإل كرنتين أول حاجة في حالات الحامل والرضاعة تاني حاجة إذا كان المريض عنده مشاكل زي أمراض القلة مشاكل في القلة زي أمراض القلة أو بيخضع للغسيل القلوي أو إذا كان المريض عنده مرض السكر وبيتم علاجه بالإنسولين أو الأدواء اللي بتؤدي إلى تخفيض السكر في الدم فيفضل عدم استخدام الإل كرنتين في 3 حالات دول ومبدئيا برضو يجب استخدامه تحت إرشاد الطبيب أو بوصفة الطبيب بيكون أفضل الأثار الجانبية بالنسبة للإل كرنتين يعتبر آمن وما بيظهرش له أثار جانبية إلا في الجرعات العالية الأكتر من 500 ميلي جرام وبتشمل الأرق وعدم القدرة على النوم وعشان كده يفضل أن يتم أخدان الجرعة بدري عشان ما تقديش للأرق أو عدم القدرة على النوم تاني حاجة ممكن يؤدي إلى بعض من الغسيان أو المل القيء أو آلم بالبطل عشان كده بيفضل أن إحنا ما ناخدش جرعات كبيرة فممكن يتم تأسيم الجرعات إلى جرعات صغيرة على مدار اليوم مش هتؤدي إلى أي أعراض جانبية إن شاء الله ده بالنسبة لكل ما يشمل أو ما يخص الإل كرنتين بقي بس أن أنا أوضح بعض الأمثلة من الأدوية اللي بتحتوي على الإل كرنتين اللي موجودة في السوق أو في الصيدليات أول حاجة الإل كرنتين الحؤن ده بيكون إل كرنتين واحد جرام أو ألف ميلي جرام بيكون خمس حؤن وبتتاخد حؤن بالوريد وممكن تتاخد حؤنة يومياً بس بتتاخد بالوريد تاني نوع اللي هو الإل كرنتين بلس الإل كرنتين بلس ده عبارة عن إل كرنتين ألف ميلي جرام وجلوكونات الزنك 50 ميلي جرام ده بيكون فيه 20 قرص اللي بيتاخد مرتين يوميا وسعره 60 جنيه كمان عندنا ال L كارنتين كابسول ال L كارنتين كابسول ده بيكون تركيزه 350 ميلي جرام من ال L كارنتين وبيكون فيه 20 كابسولة وسعره 39 جنيه 75 قرش كمان عندنا كارنيبيتافورت كارنيبيتافورت ده برضو بيكون عبارة عن L كارنتين 1000 ميلي جرام ومعاها زنك ودي بتكون 30 قرص وبيكون سعره 92 جنيه ونص عندنا كمان نوع اسمه الكارنتول والكارنتول ده بيكون تركيزه 500 ميلي جرام من ال L كارنتين وبيكون سعره 54 جنيه 30 كابسولة اخر نوع اللي هو L كارنتين الشراب ده بيكون L كارنتين شراب فيه 30 ميلي من الشراب وتركيزه 300 ميلي جرام من ال L كارنتين في كل واحد ميلي كده بنكون قلنا كل حاجة تخص L كارنتين وبرضو بحب نوع ان يفضل دايما ان احنا نتناول الادوية او المكملات الغذائية بوصفة طبية واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واتمنى ان اكون افتتكم ولو بمعلومة بسيطة واتمنى منكم انكم تدعموا الفيديو وتشتركوا في القناة ودايما يا رب اشوفكم بكل الخير واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة